مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين حكيم زياج بعد الفوز على المنتخب المغربي يوجه رسالة مفاجئة لجماهير المغربية يرى النجم المنتخب الوطني المغربي حكيم زياج أنه لا يستحق جائزة رجل المباراة بلجيكا مؤكدا أن جميع اللاعب الأسود يستحقون هذه الجائزة وحقق المنتخب الوطني المغربي فوزا تاريخيا على المنتخب البلجيكي بجنائية دون رد اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات بمنذ القطر 2022 وقال حكيم زياج في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة لا أستحق الفوز بجائزة رجل المباراة جميع اللاعبين يستحقونها حيث أضاف النجم المغربي قائلا قدمنا مباراة قوية عرفنا كيف ندافع جيدا ونستغل أخطاء الخصم من خلال ركلات تابتة أو الهجمات المرتدة ووصل حكيم زياج تصريحته بالقول الجمهور ساعدنا كثيرا في تقديم مباراة قوية وعيدا المنتخب البلجيكي لعب مباراة جيدة لكن أخطاؤهم كانت كثيرة وكاريتية وأتم تصريحاته بالقول ضغطنا عليهم بشكل جيد للغاية واستفدنا من ارتكابهم للأخطاء لذلك نستحق الفوز اليوم ونهديه للجمهور المغربية شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليصلك كل جديد إن شاء الله